اللي بيتابعونا ويشاهدونا في الفيديو ده واللي ما يعرفوناش من قبل كده احنا عندنا معلومات جيدة جدا وعندنا معلومات موسوك منها وتوقعاتنا دايما بيكون في محلها انا توقعت سناريو لنادي الزمالك والحمد لله ماشي عليه وتوقعت سناريو لاسي ميلا وماشي عليه وتوقعت سناريو لبرسلونة وماشي عليه الحمد لله توقعاتنا وتوفقنا من الله عز وجل وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا معنا وتعملوا سبسكرايب للقناة للي ما اشتركش معنا وفيه ناس بتشاهدنا وما بتشتركش وما بتتفعلش معنا ياريت تتفعلوا وتدعمونا في القناة عشان تشجعونا ان احنا نقدم لكم دايما الجديد ونقدم لكم معلومات واحنا معلوماتنا صحيحة وعلى درايا تامة بأحداث الرياضة حول العالم وفيه مصر وتوقعاتنا زي ما انا بقلت ان بتكون ماشية في محلها بفضل الله تعالى يعني انت ما بتيجي تتكلم مسلا عن مبارامة بين برشلونة برشلونة يعني فريق كبير جدا ولو تاريخ بيلعب اليوفينتوس اللي له تاريخ في الدوري الايطالي وفي اوروبا برضو وتيجي تشوف مستوى الاداء اللي اتعمل من الفرقتين في المطش فعلا لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعمل وكيل في اللعيبة اللي ما لعبتش فعلا ما تفهمش فيه انا حاسس ان الخطأ في ان فعلا الفرق الكبيرة ديت ما بتعرفش تلعب بدون جمهور والله انا حاسس ان هو بيعرفش تلعبه بدون جمهور فعلا 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 برشلونة كل اللي بيعمله في المباراة ان هو بيرقص في لعيبة فقط لغير اي كرة بتيجي لاي واحد بيحاول ان اول حاجة يفكر فيها انه يرقص مش يعمل مش يعمل تاكتك حلوة مش مفيش اي حاجة تحرك بدون كرة مفيش الكلام ده كله الكرة من قدم لقدم وقرات عرضية ضعيفة وقرات بساط قريبة من بعضها تحس ان لعيبة برشلونة فعلا ما بقوش على المستوى الفني اللي عودون عليه الواحد فعلا الفترة اللي فاتت دياد بيدور على اي حجة يحاول ان هو يصعد من اداء برشلونة ويحاول كل مباراة يقول ان برشلونة هيرجعنا للزمن القديم اللي كنا بنستمتع فيه بالجيم فعلا ولكن كل اللي احنا شفناه مستوى رديق بالمرة من لعيبة برشلونة اجمع وميس بياخد كله كرة وعايز يرقص حتى تمريراته مفيش غير التمريرة واحدة بس اللي نقدر نتكلم عنها في نهاية الماتش اللي جات ضربة جزاء وجريزمن طبعا مش عاب يعمل ايه اصلا في المباراة جريزمن جاله فرصة حلوة جدا من عثمان ديمبلي رجعها له متعرفش ان هو شاط الهوى ولا كان بيفكر فيها زي ان تخس ان فعلا لعيبة برشلونة مخوهم القروي بعت تماما عنهم والاجواء اللي حصلت في برشلونة الفترة اللي فاتت اصرت على المستوى العام للفريق واللعيبة حتى ميسي ما عادش بقى له نفس ان هو يلعب زي ما كان بيلعب قبل كده وكان بيحرك اللعبة داخل اللعبة وداخل الميدان وداخل المباراة حتى اليوفينتوس محاولاته كانت ضعيفة جدا ولا كأن المباراة على ارضه ولا في ايطاليا اساسا زي ما يكون كان بلعبها مثلا في حتة تانية بعيدة المباراة على ارضك يعني بتلعب في ستاد جوفينتوس ارينا في ملعب تورينو والمباراة اي نعم ما فيهاش جمهوره ليوفينتوس جماهيره حلوة وتشجعاتهم حلوة والفريق بياخد الدعم وكل ده تقدر تقوله ولكن اللي احنا شفناه كرسة بمعنى المقاييس لما فريق يحضر على ارضه ويلقي فريق زي برشلونة ويلعب بالمستوى الرديده مفيش اي لعبة تلعبت ولا تيكي تاكة تلعب ولا تحرك خالص من اي لعب كلها كرات تقليدية من لعبة ليوفينتوس وحتى سوق الحظ الملازم مراطة كل كرة بيجيبها جون يعني الرجل سجل هاتريك النهاردة ولكن الهاتريك اوف سايد بيروح يقف في الحتة اللي فيها اوف سايد تبما انت لو قفت في الحتة اللي فيها اوف سايد تبما انت هجيك الكرة لازم انت ترجع خطوة للخلف عن المدافع وتكون على استعداد ان لما كرة تطلع من رجل اللاعب عندك تكون انت سابق المدافع بخطوة يعني لازم تكون انت سابق المدافع بخطوة عشان تستحوز على كميع الفرص لكن انت كنت بتسبق المدافع وانت في خطوة قريبة جدا منه في منطقة لوحدك وكان المدافع بيسيبك اوف سايد يعني انت جبت هاتريك ملغي النهاردة في ضربة جزاء كانت تستحق تماما للعيبة اليوفينتوس النهاردة وكانت اللاعب كوادرادو بالتحديد عرقالة داخل التمنتاشر ولكن الحكم مشها اللاعب في منتهى المياعة زي ما يقول العيبة بتتمايع في اللاعب مفيش امتاع حتى احنا قاعدين خلف الشاشات وورا التلفزيونات بنتفرج ما احناش عارفين نستمتع حتى يعني ولا فيه العيبة في المدرجات عاملة حسة حتى للمباراة مباراة عقيمة بمعنى صح ومباراة مش على المستوى وهوكومن ده طلع ضعيف جدا وهيفشل في مشروع برشلونة وانا زي ما انا قلت قبل كده ان كومن مش هيستمر مع برشلونة الفترة القادمة والادارة الجديدة هتتخذ قرار مصيري في كومن وتحاول تغير المدرب وتحاول تغير عناصر داخل الفريق لاثبات الزات واعادة هيكلة الفريق مرة اخرى كل اللي بيحصل ده انتهاك لحقوق برشلونة وانتهاك لشعار برشلونة اللي سطع على مستوى اوروبا السنوات الماضية ولعب له اكبر نجوم في العالم امثال تيري اوري ولعب سامول اتو ورونالدينيو وريفالدو ولعب لهم رونالدو نزاريو البرازيلي ولعب زلطان برويمافيتشو وقابل كده كان اساطير كان منهم جوارديولا ولويس انريكي يعني الفريق ولويس فيجو يعني كان بصراحة برشلونة عيب اوي اللي بتعامل في حقوق ده عيب اللي بتعامل في فريق برشلونة الان برشلونة بقاله خمس سنين مش عارف يستعيد امجاده الاوروبية او يطلع حتى في مستوى حلو في اي بطولة كان بتتلاعب في الخمس سنوات الماضية تعافش حتى يوصل للمربع الزهبي ضمن اربع افضل فرق الواحد بتنرفز والمباراة صعبة جدا ومعقدة والادارة معقدة واللعيبة معقدة يعني انت ركز في الكلام اللي احنا بتقوله ده والكلام ده احنا بنجيب المعلومات من اماكن موصوقة بها وصحف عالمية موصوقة بها ومنقدر ان احنا عن طريق المتابعة ان احنا ناخد المعلومة اول باول الادارة الجديدة اللي اتغيرت ورئيس النادي بارتيميو بمجلس ادارته اللي راح في ستين الف سلامة وجه مجلس ادارة جديد اكيد هيعيد من تشكيل الفريق ومن هيكلة الفريق جيرزمان عثمان ديمبلي ولعبه كتير ومش عارف ايه اسرار كومان ان بيلعب بوسكت بوتسك خلاص راحت عليه ما عادش ينفع سيرجيو بوسكتس لازم بوسكتس يمشي من الفريق وخلاص وشكرا ويجي مكانه لعب كويس يعني اللي بيحصل انتهاك فعلا لشرعية برشلونة وظلم لها ويخسروا كلاسيكو قدام ريال مدريديوم السابت الغير ممتاز بصراحة صعبة جدا ومن ضمن اللقاءات اللي احنا عايزين نتكلم عليها آآ يعني معلش سواني برشلونة وليوفنتوس ما ينفعش الواحد يتكلم عنهم اكتر من كده لان المباراة فعلا مش جيدة وما تستهلش حديث اكتر من كده من ضمن المباراة اللي تلعبت كان كلاسيكو امس بتلعب ما بين روما وايسي ميلا وحضر المباراة زلطان اللي بلعب لإسيوم ميلا وصفقة جيدة جدا جابها الفترة اللي فاتت عنصر جيد جدا في اول كرة في اللقاء في اول خمس دقايق اترامت كرة طويلة بالحارس خلاص تأكد ان هو بيطيل وبيستلم الكرة الا قدم زلطان اللي لاحق الكرة واستلم الكرة ومرضيش حتى ان هو ما شوتها في المرمى لان المرمى كان هادي ومفتوح جدا على مصرعيه والحارس راح في ستين سلامة ده زلطان ابروموبيتش اخطر مهاجم على الاطلاق في القراط العرضية ضربات رأسه وقدم على الاعلى مستوى بيرفع قدمه الاعلى من رأسه وسجل زلطان ابروموبيتش الهدف اخر من ضربة جزاء صحيحة محرزا الهدف التاني ليتفوق اسي ميلان اتنين صفر ويباغد اسي ميلان روما ويسجل الهدف التالت ولكن روما هنا بيقول ستوب وبيحاول يستعيد امجادو القروية ولقاءاته الجيدة ضمن اسي ميلان على طول وحاول ان هو يسجل الهدف الاول عن طريق اه اديسون ديجيكو وسجل الهدف التاني والهدف التالت لتصبح النتيجة تلاتة تلاتة بين الفرقتين والكلاسيكو يخلص تلاتة تلاتة وبكده يتصدر اسي ميلان جدول ترتيب الدوري الايطالي تخيل معايا وركز معايا اسي ميلان اللي غايب بقاله اكتر من خمستاشر سنة اصبح الان قدم رقم واحد في جدول الترتيب انا اتوقع ان الميلان هيعود ومش هنقول جملة كان زمان في ميلان لا ميلان بيرجع زلطان ابرومفيتش بيحط ميلان على التراك الصح المدرب بتاعهم على مستوى عالي جدا تشكيل من اللعيبة الرائعين اتوقع ان هيكون اسي ميلان على الساحة الرياضية الفترة القادمة انا اسي ميلان بالنسبة لي هو الفريق اللي انا بحبه وبشجعه منصص صغر طبعا برشلونة انا بشجع برشلونة جدا ولكن برشلونة كفريق جماهيري وفريق عريض حول العالم يضم عشاء كتير جدا ولكن انا فرقتي الاصلية والاساسية اللي بحبها من زمان هو فريق اسي ميلان واحب ان انا اتكلم على اسي ميلان فرقة طبعا بتلعب في مدينة ميلان وجار لانتر ميلان وبينهم ديربي المدينة المتعارف عليه والفريتين كانوا بيضحانوا بعض وميلان لعب له رونالدو نيزاريو لعب له زلطان ابرومفيتش قبل كده وقاكا ورونالدينيو ولعب بيكهام ديفيد بيكهام لعب لاسي ميلان قبل كده اسي ميلان لعب له مالديني وطولدو حارس مرمى ايطاليا يعني بصراحة ولعب برضو بيرلو اللي هو بيدرب اليوفينتوس النهاردة ولعب لليوفينتوس كان بيلعب في اسي ميلان يعني بصراحة ميلان فرقة عريقة جدا وكان لعبه كتير جدا زي وفليب انزاجي ويعني بصراحة اه ونونو جومز يعني كان لعبه جدا على اعلى مستوى وكان ميلان يشهد مجموعة كبيرة جدا من النجوم ومش عايزين ننسى طبعا اه سيدورف واتجار ديفيدز يعني كانت لعبه بصراحة اه ميلان كان منور بالنجوم ومنور بالاهداف دايما يمطر اي فريق وشباك اي فريق بالاهداف وكان فرقة عريقة وكبيرة جدا الميلان يستعيد صدارة الليجة في الترتيب رقم واحد خلفا منه اليوفينتوس وانتر وروما والكسير طبعا ميلان هيحافظ على المركز الاول واعتقد ان اسي ميلان هياخد دوري الاطالي السنة دي باذن الله ان شاء الله اتمنى التوفيق للفرقة الكبيرة العريقة ديت بعد ما احرزوا افضل لعب وافضل جيم مع روما وحصدوا اربع انتصارات متتالية في اربع اول جولات باستثناء جولة روما الاخيرة الجولة رقم خمسة اللي خسر فيها نقطتين وتعادل لكن اليوفينتوس خسر سبع نقط في خمس مباريات الانتر خسر سبع نقط في خمس مباريات روما بعيد جدا في الترتيب اطالنطا اللي بينافس الى حد ما نابولي برضو بينافس الى حد ما ولكن هذا هو الدوري الايطالي الدوري الجميل بقى الدوري اللي احنا نفسينا بقى نشوف كلاسيكو بقى بين انتر وميلان كده يعني هنا زلطان ابراهيموفيتش هنا آآ لوكاكو يعني نشوف بقى كده اجواء رياضية تانية ونسعيد امجاد ميلان ميلان فرقة كبيرة جدا وفريق محترم وفريق يستهل كل التشجيع ولكن حرام حرام اللي كان بيتعامل في ميلان الفترة اللي فاتت من انتهاك لحقوق وشرعيات النادي والمصالح اللي كانت بتتعامل وميلان بعت تماما عن المنافسة وعن السوق الرياضي حتى كانت انتقالاته والشراء كلاعبين او ان يماشي لعبين كان على مستوى رديق حتى في سوق الانتقالات سواء الشتوية او الصيفية بصراحة بنستغيد الان اسي ميلان في اجواء قروية ممتعة نتمنى وخدوها مني كلمة خدوها مني كلمة صريحة الميلان هيعود بقوة هيعود بانتصارات وهيوصل دوري ابطال اوروبا السنة الجاية واعتقد ان هو هياخد السنة دي اليوروبا ليج ودي توقعاتي وانتظرونا في الفيديو ده فيما بعد ان شاء الله باذن الله ميلان هيكون بطلا لليوروبا ليج السنة دي ويكون هو معانا في دوري ابطال اوروبا الفترة المجبلة ويتوج بالدوري الايطالي ايضا ويحرج اليوفينتوس اللي اصبح مسيطر على الدوري الايطالي في العشر سنوات الماضية طبعا كان دي من دمن الجوالات اللي طبعا منشستر كسب النهاردة لبزج الالماني وطبعا في علامة استفهام كبيرة على الفار في الهدف الاولاني اللي دخلوا منشستر هدف افصايت تماما ولكن الحكم لم يلجأ الى الفار واحتسب الهدف طبعا ما نعرفش ليه دي خطأ وفضيحة كبيرة جدا وانا قلت وفي كل فيديو بقول الفار مالوش الف لازمة مصروف على الفاضي بتدفع فلوس على الفاضي مالوش لازمة طالما ما بيعدلش في اي حاجة وما زالت موجود خناقات وصراعات ده برشلونة الماضش بتاع ريال مادريد بيطلب تسجيل صوتي للفار عايز يعرضه في قضية يشوف ايه الكلام اللي تم بين الحكم في ضربات الجزاء التي لم تحتسب لبرشلونة وضربة الجزاء اللي احتسبت لريال مادريد آآ لسيرجو راموس اللي سجلها بهدف طبعا يعني شوف يعني فضيحة بمعنى المقاييس وعلى الفيفا فورا ان هي تلغي تماما موضوع الفار اللي مالوش الستين لازمة وضمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته